السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بالاستثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوبك تعذاب اللهم أمين يا رب العالمين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ومبدأيا احنا فين احنا في الخميس في معارض الأساس والموبيلية وغرف النوم والأنتريهات والمجالس زي ما تقولوا كده نويت قلني يا خير أروح أجيب غرفة نوم جديدة لرين بنتي بما إنها يعني بسم الله ما شاء الله أنسة وحب أن أنا أعمل لها غرفة نوم مستقلة بيها فقلت أروح أجيب لها غرفة نوم حلوة طيب كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة هنمشي مع بعض شوية شوية وأوريكم غرف النوم اللي موجودة هناك والله الأمانة حلوة جدا جدا بس المفاجأة والصدمة هتلاقوها هقولها لكم في نهاية الفيديو طيب زي ما انتوا شايفين كده مبدأيا دي معارب موجودة في الخميس أقريبا كده مقابل سوق الخضار كلها بسم الله ما شاء الله غرف نوم أنتريهات مجالس حاجات زي كده حاجات حلوة وحاجات جميلة والأسعار هنشوفها مع بعض دلوقتي بعضها طبعا زي ما انتوا شايفين كده وبعضها طبعا ما تزبط وعلي مفارش وتمام التمام لجذب المتابع أو لجذب الزبول زي ما انتوا شايفين كده طبعا من الحاجات الجميلة اللي عجبتني هناك بعض الدواليب للأمانة عجبتني جدا جدا يعني تحسوا كده انها دواليب عصرية مودرن جميلة بصراحة بسم الله ما شاء الله طبعا يا جماعة دي غرف يعني غرف بنات غرف ممكن غرف ولاد يعني ماهش غرف كبيرة يعني غرف الانيسات مش غرف الاطفال غرف الاطفال بتبقى صغيرة فحلوة والله زي ما انتوا شايفين كده شوفون المرأة حلوة جدا والدولاب فخامة دي التسريحة كده ومعها سبحان الله معها ايه اه معها كده يعني ادراق جميلة بتفتح وتقفل بسهولة اه والدواليب حلوة جدا جدا طبعا كل الحاجات دي معروضة اللي عايز غرفة بيشاور عليها وبيدفع تمانها وهما بيجيبوها له لحد البيت ويركبوها زي ما انتوا شايفين فخامة بصراح عندهم حاجات حلوة اه انا هنا بس كنت بحاول ان انا ايه اصور بالكاميرا السلاسية الابعاد عشان اجيب الغرفة بحالها السرير والدولابة هو على اليسار والتسريح على اليمين برضو يعني بعض الدوليب اللي هناك فيها مراية فيها مراية طويلة واندي حاجة حلوة برضو شوفوا اندي غرفة مزدوجة يعني مثلا لو اتنين اخوات تبقى غرفتهم حلوة السريرين زي بعض جدا يعني بالزبط وعمدوكم برضو اللي هو الدولاب دي غرفة لحالها طبعا الاسعار نروح للحاجة المهمة الاسعار بتبدأ من 3500 لحد 6500 فيه اه فيه وفيه هناك حاجات بسبعة وبتمانية يعني بس احنا دائم يعني ماشيين في الوسط عارفين انتوا خيره لامور الوسط طبعا يعني انا الاول مرة اللي امانة بدخل المكان ده شوفوا انا بسأل اه برضو من الحاجات الجميلة اللي عجبتني هناك ان التسريحة في الدولاب ازاي يعني ده دولاب دي غرفة نوم ده السرير وده دولاب ضلفتين والتسريحة في النص برضو حاجة حلو اعرفين انتوا للناس اللي مش عايزة حايز من الفراغ يعني بتاع دي حلوة برضو طبعا كان معي حبيباتي صديقاتي يعني حبيبتي ام عبد الرحمن الدوسري بقدم لها تحية هي بتقولي دي حلوة جدا يتحط هنا الساعات والاكسسوارات ومش عارف ايه جميلة والله بسم الله ماشاء الله يعني من الحاجات الجديدة اللي انا والله اول مرة شوفها الامانة يعني طبعا دي غرفة نوم كبيرة من الصغيرة حاباركوا الدولاب بسم الله على بركة الله اه الدولاب ما شاء الله فيه ارفف كتير يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الناس اللي هتسألني المكان ده فين المكان ده يا جماعة موجود في الخميس معارض الموبيلية والاساس مقابل سوق الخضار يعني هم احنا دخلنا اكتر من محل الامانة اكتر من معرض اه دخلنا يعني نتفرج ونشوف طبعا انا كنت كل حاجة بصورها وابعتها الرين بنت يا ما كانتش معايا يعني قلت لها لان الواحد لما بيكون في مكان يمكن ما بيقدرش يختار صح لكن لما تشوف يكون لحاجة منفردة على بعضا يعني لوحيدها بتقدري ان انت تتقرري وزي ما قلت لكم المفاجأ والصم في نهاية الفيديو طبعا دي ما زلنا بنتفرج غرف جميلة جدا للامانة انا عن نفسي عجبتني يعني انا بقول له يعني كده تصميم السرير كله يعني لو الواحد خده ده طبعا يعني غريب شوية استغربته انا ان السرير الحفة اللي وورا كبيرة طويلة واخد حيز من الفراغ هنا بقى من الدوليب اللي عجبتني جدا جدا الدوليب دي اللي هي برق زاز كل اللي فيها باين عارفين انتو تحفى بصراحة يعني حتى تدي منظر جميل للغرفة هنا طبعا طولة وكراسي وطبعا غرفة النوم برضو شكلها جميل مش بطال اه دي الدوليب اللي بقول لكم عليها جميلة بصراحة فيها ارفف وفيها فيها حاجات حلوة يعني يعرفين انتو من الحاجات اللي عجبتني ان هم مستغلين كل سنتي يعني كل سنتي في الدوليب مستغل مش بس ان هو ديكور وخلاص لا في حاجات حلوة للامانة شوفوك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تحسوا ان يعني التصميمات كلها واحد مش مش يعني مش فيها مش فيها اختلاف كتير زي ما قلتلكم دي غرف بنات وغرف ولاد كبار طبعا يعني من خمستاشر وانتو طالعين لحد عشرين سنة غرفة مستقلة جميلة شوفو هنا التسريحة جميلة وانيقة يعني مرأة صغيرة كده والباقي ايه بيستغلين الوضع في الادراج والارفف والحاجات دي جميلة بصراحة وده الدولاب هناك في مراية وفي ارفف برضو وفي ضلفة واحدة وفي ادراق تحت يعرفين يعني تحسوا ان الدولاب في كل حاجة بسم الله ما شاء الله دي برضو حلوة بسم الله ما شاء الله انا كنت هناك مبارح كنت هناك امس اللي هو يوم يوم الاربعة نهاردة الخميس ان شاء الله الفيديو ده ينزل النهاردة طبعا زي ما قلتلكم انا كنت هناك امس ودخلت طلب معارض وصورت اغلب اللي موجود فيهم دي برضو حلوة من الحاجات الجميلة ان الدولاب تسريحة جواه برضو حلوة دي برضو غرفة نوم حلوة جميلة للامانة الدولاب فخامة الدولاب كبير جدا بسم الله ما شاء الله يعني لاحظت برضو ان في بعض الغرف هناك الدولاب فيها اكبر من الغرفة نفسها عارفين انتو الله شوفوا لقيت هنا ايه معمول الكويت اللي انا دايما اقول لكم ان هو افخم حاجة وده اكيد عشق العود من الحاجات الغريبة والحاجات اللي سبحان الله لفت اتناظري يعني طبعا هنا احنا طلعنا وروحنا معرض تاني وسمينا وتوكلنا على الله وبدينا كده نشوف غرف النوم اللي هناك دي برضو غرفة دي حلوة الامانة جدا بس دي غرفة نوم كبيرة مش صغيرة احنا عايزين غرفة نوم كده يعني شبابي صغيرة جميلة دي حلوة بسم الله ما شاء الله الاسعار زي ما قلتلكم بتبدأ من 3500 لحد 6500 يعني دي حاجة منهم دي 4900 دي غرفة ريب تخيلوا لقيت مكتوب عليها غرفة ريم فكانت يعني صدفة جميلة قلت له خلاص يا ريم ده مكتوب عليها غرفة تخديها ريم بنتي زوها غريب عجيب سبحان الله شفتوا دي غرفة تانية مكتوب عليها 4700 غرفة غادة مساء الفول يا غادة مين غادة والله أعلم هم يعني عاملين كده يعني يعرفين انتو غرفة فلانة غرفة علانة شفتوا هنا دي غرفة تانية غرفة مش عارفة رغط تقريبا طيب زي ما قلتلكم الاسعار متفوتة يعني في حاجات بـ 3500 في حاجات بـ 3400 بـ 4500 كده لحد 6500 فيه لحد 7 فيه لحد 8000 وخلي بالكو احنا هنا طبعا يعني رايحين اماكن يعني ها ما راحناش ايك يا رايحين اماكن بسيطة يعني ايه في متناول الجميع دي الله هم صلى على النبي بـ 3350 3350 عادية خالص يعني دي حلوة انا شايف انها حلوة ومناسبة وجميلة بس تقولوا ايه بقى يعني البنات لهم ازواء تختلف عننا احنا تماما ريم تقول لي هاتيلي غرفة بيضة فيش فيها اي حاجة سبحان الله يعني اللون الابيض ده انا بالنسبة لي لون كئيب بس البنات بيحبوه سبحان الله زي ما انتو شايفين كده دي برضو غرفة تانية من الغرف اللي موجودة هناك حلوة جميلة للامانة ده سريحة ودولاب وسريل وكرسي يعني بس خلاص دي برضو غرفة شكلها برضو حلو هما للامانة عندهم حاجات حلوة وبالنسبة لي انا والله عجباني جميلة اما صلى على النبي ستة لاف وطلتم ايه مش عارفة دي ايه والله ما انا شايفة ستة ولا تمانية او احلى حاجة هناك المرايات صراحة يعني الدولاب صغير عارفين انتو يعني الدولاب هو زي ما انتو شايفين صغير في برضو غرف زي كده بتحس ان التسريحة مراية طويلة يعني من الارض للآخر دي غرفة مزدوجة زي ما قلتلكم غرفة مزدوجة اتنين يناموا فيها اتنين بنات اخوات او اتنين ولاد دي بقى اغرب غرفة قبلتني هناك تحسوا ان هي دخلة كده في جحر الوحدة مش عارفة انصابها غريب بصراحة بسم الله ما شاء الله دي غرفة مزدوجة برضو دي غرفة الحالها تسريحة ودولاب وسرير بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الناس اللي هتسألني المكان ده فين المكان ده جماعة موجود في الخميس معارض الاساس مقابل سوق الخضار في الخميس اه 4500 شفتوا دي حلوة برضو مش بطالة بسم الله ما شاء الله الناس برضو اللي من قابها اللي في التعليقات تشوف الفيديو ده تقولولي برضو يعني فين الأماكن اللي فيها غرف نوم حلوة للبنات يعني ادوني ادوني معلومات لاني يعني زي ما قلتلكم البترين ما عجبهاش اي حاجة خالص يعني وهي دي هنا او هنا كانت الصدمة بالنسبة لي انا بعد كل التعب ده واللفلفة والتصوير ما عجبهاش حاجة يلا الله المستعين اه دي بارته حلوة جميلة السرير فيه فيه مية وعشرين وفيه مية واربعين يعني كبيرة مستويرة كبيرة نفر نفرين وفيه نفر ونص مش عارفة نفر ونص ده ايه يعني واحد يجيب نفر ونص التاني لاي لا دي برضو او ده معرد تالت دخلته برضو بص عندهم والله حاجات حلوة بس زي ما قلتلكم البترين زوء غريب عجيب يعني ودي حلوة والله دي فخامة بسم الله ما شاء الله المراية كده تحسوا ان هي مسلس لعند التسريحة دي تلت تلاف وتسعم يعني يعني يمشي حالها والله جميلة جدا دي غرفة مزدوجة برضو حلوة جدا جدا بسم الله ما شاء الله الله مبارك زي ما انتم شايفين اخر فخامة واخر جمال زي ما قلتلكم من الحاجات الجميلة اللي عجبتني هناك ان الدولاب الدولاب بتاعته كلها جزاز ما في خشب قال لي ده ألمونيوم ده غالي او ده غالي ألمونيوم فانا بخبط عليه بشوفه هيجي ألمونيوم ولا خشب مش عارفة ما قدرتش امايز بصراحة وهنا الأدغال او زي ما انتم شايفين كده الأدغال وجبال أفريقية معاليكم في المفرش انتم ممكن تغيروه وخلي بقى لكم الأسعار اللي انا بقولها دي من غير المراتب اه المرتبة ده موضوع تاني الحال والمرتبة خمسمائة ريال يعني هي تيجوا تاخدوا غرفة بتلات تلاف وخمسمائة تطلع عليكم بربعة تلاف وخمسمائة او مع المرتبة بقى والمفرش والمخدات والليلة الطويلة العريضة اللي انتم شايفينها دي مش عارف الدنيا بحالة غالية بصراحة يعني اه وده دي غرفة بقى من ضمن الغرف اللي هناك تسريحة ودولاب وسرير بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما قلت لكم الأسعار متفوتة من تلات تلاف و تلات تلاف وخمسمائة لحد تمن تلاف ريال موجود هناك في غرف صغيرة في غرف كبيرة في غرف مزدوجة اه حلوة للأمانة هي حلوة الأسعار الأسعار في كل الدنيا غالية يعني مش هنا بس بالعكس ده أنا ريح أماكن كمان يعني أسعارها أسعارها يعني مش طالعة مش أوفر قوي مش طالعة في العلال يعني في أماكن تانية أسعارها إن شاء الله يعني هروح أشوف للبيت ريم هناك منكن هروح إيكيا أدور هناك بس معروف إن إيكيا غالية جدا بسم الله ما شاء الله ده حلو برضو مش بطال يعني أنا ده أعجبتي فيه جدا وقلت لها ياري مخطري والله إنه جميل وفخامة وسعد صحيكي وكده وزي ما أنتوا شايفين ومراية ودلابة هوت مقسم إلى تقسيمات بسم الله ومشاء الله اللهم بارك أنا شايفة أنها غرف حلوة بس زي ما قلت لكم عيالنا أزواءهم غريبة عجيبة مش بيعجبهم حاجة عايزين غرف جامل مريخ غرف محد الشافة مش عارفة قلولي في التعليقات عيالكم بيتعبوكم زي عيالي كده ولا أنا بس اللي عندي يعني حالات غريبة عجيبة يعني سبحان الله ريم دائما تعباني في زقها في اللبس في زقها في غرفة النوم في كل حاجة مش بتقتنع بسهولة أما الولاد لا والله بيقتنعوا الولاد على طول يلا دي حلوة خلاص يا أمي حلوة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين قلت لكم في غرف مزدوجة في غرف لحلها زي كده أنا شفت يعني دخلت طلب معارض انتم متخيلين وكل معارض في أكتر من يمكن 15 موديل غرف نوم معروضة ومع ذلك في الآخر ما عجبهاش حاجة بصراحة يعني كانت الصبمة يعني التعليقات بقى في الآخر هيا بيت يا ريم ايه رأيك ايه رأيك قالت والله يا أمي للأمانة ما فيهم ولا شيء عجبني كلهم خيسين انصدامت أنا بقى قلت يلا الله المستعين طلعت أنا من المعرض ده وهندخل معرض تالت اللي هو الأخير زي ما انتم شايفين وطبعا زي ما قلت لكم في غرف مزدوجة وفي غرف لحلها دي غرفة لحلها دي حلوة وجميلة وزي الفل فان المشكلة فيها والله يمنعرف فيها تسريحة كده أنيقة جميلة وفيها دولاب بسم الله وعلى بركة الله وفيها دولاب والسرير جميل كده وتحس ان هو عصري وتصميمه بسيط ايه ويعني مش غرفة نوم احنا يعني هنعيش فيها مدى الحياة غرفة نوم يعني سبحان الله لا إله إلا الله زي ما انتم شايفين كده دي غرفة مزدوجة اتنين مع بعض يعني مثلا اتنين اخوات ممكن تكون لهم لتنين ولاد أو بنات مش فارقة يعني ودي غرفة مزدوجة برضو وبرضو من الحاجات الجميلة هناك للأمانة قالولي عندنا تفصيل يعني انت شوف الموديل اللي عجبك واختاري اللون اللي انت عايزة واحنا نعملها لك تفصيل عادي يعني ما فيش مشكلة للأمانة يعني هم الناس مش مقصرين في حاجة وعندهم كل الخيارات وكل حاجة لكن المشكلة عندنا احنا احنا اللي عندنا يعني عيال أزواءها غريبة عجيبة ما تعرفوش بالضبط هي عايزة ايه والله انا في الآخر تعبت قصمهم بالله تخيلوا كل اللف ده وعلى فكرة انا كنت فيصور شوية سبحان الله ولا إله إلا الله يعني انصدنت في الآخر اني مش عجيبها حاجة فقلت يلا يعني انا عملت اللي عليا والبقى على الله وفيما بعد بأخذك معايا تشوفي مكان تاني وتختاري اللي انت عايزة وتقريبا كده يا جماعة هو ده كان الفيديو بتاعنا وهي دي يعني زي ما تقولوا رحلة البحث عن غرفة النوم اللي مش عجبة ريم بنتي خالص خالص ربنا يهديها ويصلح قلبها يا رب وأتمنى لو عجبكوا الفيديو ده بدوني لايك مجدعة وإن شاء الله لسه لنا جوالات أخرى في البحث عن غرفة النوم وتجهيزات غرفة ريم والله المستعن والسلام عليكم ورحمة الله